موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الاخبار من السيديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعنوين موسيقى طبط سفينة تجارية على متنها اسلحة قبالة سواحل مدينة المكلة بمحافظة حضر موت موسيقى الهجرة الدولية تؤكد نزوح نحو مائة الف يمني منذ مطلع العام الجاري جراء تصاعد القتال موسيقى موسيقى مرحبا بكم قال مصدر في خفر السواحل في خفر السواحل انه تم ضبط سفينة تجارية على متنها كمية من الاسلحة قبالة سواحل مدينة المكلة بمحافظة حضر موت ونقلت وكالة شوينخوا عن مصدر في قوات خفر السواحل ان قوات التحالف العربي ضبطت سفينة تجارية على متنها اسلحة في المياه الاقليمية اليمنية قبالة مدينة المكلة وكانت تحمل الاسلحة الى جانب مواد غذائية واوضح المصدر انه تم اقتياد السفينة الى مناء الشحر شرق مدينة المكلة عاصمة محافظة حضر موت وتم التحفظ عليها فيما فرضت اجراءات امنية مشددة في الميناء ومحيطه اشتركوا في القناة المجلس الانتقالي الى استغلال الجهود السعودية المخلصة والكبيرة للعودة الى مسار تنفيذ اتفاق الرياض تأكيد على ان الاتفاق هو المخرج الامن لانهاء مسببات وتداعيات الاحداث الاخيرة في بعض المناطق اليمنية المحررة واشارت الصحيفة في افتتاحيتها الى ما تحتويه بنود اتفاق الرياض من تغليب للمصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني وتوحيد الجهود لمواجهة ميليشيا الحوثي واستيعاب جميع اطياف الشعب اليمني في اطار الدولة الشرعية ومؤسساتها العسكرية والامنية والمدنية وقالت ان استئناف تنفيذ اتفاق الرياض يؤكد رغبة الاطراف المعنية بضرورة التلاحم والتكاتف لردع الميليشيا الارهابية الحوثية المدعومة من ايران والسير في الطريق الصحيح لاعادة بناء اليمن وتحرير بقية المناطق من الرجس الحوثي ويعادة اعمار الارض ليعود اليمن سعيدا شامخا لا مكان فيه لعملاء مرتزقة ايران قال وزير الاعلام معمر الارياني ان استمرار ميليشيا التمرد والارهاب الحوثية في اعتقال زعيم الطائفة البهائية حامد حيدرة وعدد من ابناء الطائفة رغم مرور ثلاثة اشهر من اعلان المدعومة دي المشاط اسقاط قرارات الاعدام والافراج عنهم يؤكد انه مجرد ديكور وان الميليشيا لا تلتزم بتعهداتها واوضح وزير الاعلام في تصريح بوكالة سبا ان اختطاف الميليشيا الحوثية لابناء الطائفة البهائية من منازلهم واخفائهم قسريا وتعريضهم لابشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي واصدار احكام باعدامهم على خلفية معتقداتهم الدينية انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وتمييز عنصري وجرائم مرتكبة ضد الانسانية وطالب الاريان المجتمع الدولي والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان بمواقف واضحة وادان صريحة وواضحة ووضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات العنصرية التي تمارسها الميليشيا الحوثية بحق اليمنيين على خلفية معتقداتهم وارائهم السياسية على مرأة ومسمع من العالم أغلقت عدد من المخابز أبوابها في العاصمة صنعان جراء تفاقم أزمة المشتقات النفطية التي تفتعلها الميليشيا الحوثية الإجرامية وقالت مصادر محلية إن استمرار أزمة المشتقات ينذر بأزمة خبز في العاصمة وأوضح عدد من ملاك الأفران والمخابز أن شركة النفط الخاضعة لسيثرة واحتلال الميليشيا الحوثية ترفض تزويدهم بحصصهم المعتادة من مادة الديزل يشار إلى أن الميليشيا الحوثية افتعلت أزمة مشتقات نفطية خلال الأسبوعين الماضيين في صنعاء ومناطق سيطرتها ومنعت دخول ناقلات المشتقات النفطية من المنافذ الجمركية التي استحدثتها الميليشيا في عدة محافظات يمنية وفق بيانات الحكومة الشرعية وسعت ميليشيا الإرهاب الحوثية جرائمها بحق الشعب اليمني لتشمل القطاع الرياضي والشبابي في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى تحت احتلالها وقالت مصادر الرياضية للشرق الأوسط إن ميليشيا الحوثي لا تزال تنتهج ذات الأسلوب التدميري بحق ما تبقى من المؤسسات والمنشآت الرياضية بكافة المناطق الخاضعة لاحتلالها وأشارت المصادر إلى أن أساليب وجرائم الميليشيا بحق القطاع الرياضي أدت إلى خروج أكثر من 32 اتحادا رياضيا محليا عن الخدمة بشكل شبه كلي في الوقت الذي حولت فيه الميليشيا الحوثية أكثر من 25 اتحادا رياضيا إلى استراحات ترفيهية ومخازنة ومقاهن من جهة وأماكن للمقيل وتلقي الدروس الطائفية والتحريضية ضد اليومنيين ومعسكرات لإعداد المقاتلين المغرر بهم وتحدثت المصادر عن أن النهب الحوثي المستمر للدعم المخصص للرياضة والاستهداف المباشر وغير المباشر لمنتسبيها أسفر عن توقف حوالي 94% من اللاعبين الرياضيين والإداريين وغيرهم عن ممارسة الألعاب الرياضية سواء الجماعية أو الفردية أكدت منظمة الهجرة الدولية نزوح نحو 100 ألف مواطن يمني من مناطقهم منذ مطلع العام الجري بسبب القتال وجائحة كورونا وقالت المنظمة إن 191 أسرة جديدة نزحت خلال الأسبوع الماضي وتم تسجيلها منها 80 أسرة في محافظة لحج و65 أسرة في مأرب و46 أسرة في تعز وأشارت المنظمة إلى تعدد أسبب النزوح وأوضحت إن 112 أسرة نزحت من محافظة عدن بسبب جائحة كورونا و54 أسرة نزحت من محافظة البيضاء بسبب القتال كما نزحت 49 أسرة من محافظة الحديدة لذات السبب في ظل تحسن الخدمات في محافظة مأرب ومنها الخدمات الصحية شهد مستشفى كرى بمديرية الوادي تحسنا ملحوظا تمثل في افتتاح أقسام جديدة جراحية وعلاجية إلى أن المستشفى ما يزال بحاجة للكثير من الأجهزات الطبية الحديثة حتى يصل في تقديم بخدماته الصحية إلى الشكل المأمول للكثير من المواطنين نتابع مستشفى كرى العام بمديرية الوادي في محافظة مأرب شهد تحسنا لافتا في السنوات الأربع الماضية من حيث البنية التحتية للمستشفى والكوادر الطبية والصحية والأجهزة الحديثة وافتتاح أقسام جراحية وعلاجية تم استفتاح قسم الوسائل التشخيصية ومن أهم هذه الأجهزة هي توفير الأشعة المقطعية والتي نقلت نقلة نوعية في تشخيص العديد من الحالات خصوصا الحالات الجراحية فيما يخص الأورام السرطانية فيما يخص عملية الجراحة العامة وغيرها وكذلك عملية المخ والعصاب فالأمانة نقلت المستشفى نقلة نوعية بعد أن كان المواطن يذهب إلى محافظة سيئون يتجرع عن السفر مرتدوا المستشفى من المرضى ومرافقيهم أشادوا بالخدمات التي يقدمها المستشفى إلا أنها لم تصل للشكل المأمول كما يقولون سيما في ظل زياد أعداد النازحين في المحافظة والسمرار تزايد أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا التي تصل مركز العزل في المستشفى نحن الآن في مستشفى قراء ولقينا خدمات متكاملة بس إلا بعد باقي كماليات ناقصة نتمنى من مزارة الصحة أن توفرها لمستشفى قراء حاليا من المثمات الشابة حتى علاج كورونا وما غير كورونا وأجهزة لم توفر لدي مستشفى قراء أن يوفرها تكون جميع الطلبات متكاملة في مستشفى قراء الخدمات الحمد لله يعني النظام والعيادات كلها أمور تمام إلا أن هناك بعض العمليات لا يستطيع إجراءها في المستشفى عدم وجود بعض الأجهزة مثل تفتيت الحاصوات ما يضطر الناس للسفر السيئون أو إلى ما كان تقعد سيطر الميليشيات وهذا يجعل الناس يعيشون مع آلامهم المستشفى وفي ظل السمرار جائحة كورونا يحتاج إلى مزيد من الدعم تتمثل في الوسائل التشخصية والأدوات الوقائية لخط الدفاع الأول المتمثل في الأطباء والصحيين وأجهزة طبية على رأسها جهاز بي سي آر كما يحتاج المستشفى إلى مراكز تحصين في مجال الأمومة والطفولة واستكمال التوسعة للبنية التحتية واستقطاب مزيد من الكوادر في المجالات الطبية النادرة وتحديث بعض الأجهزة لتواكب التطور والحاجة والرقي في الخدمات الصحية والعلاجية افتتاح أقسام جديدة ورفض المستشفى بكوادر طبية وأجهزة حديثة ساهم في تقديم مزيد من الخدمات الصحية إلا أن المستشفى وبسبب السمرار جائحة كورونا قد يصبح جزءا كبيرا منه مركز عزل رئيسا في المحافظة عدنان غيلان سهيل مأرب كرم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز مراسل قناة سهيل عبدالإله البوري ومصور القناة فهد العيال وعددا من أبطال الجيش الوطني الذين شاركوا في عملية عسكرية نوعية ضد ميليشي التمرد والإرهاب الحوثية في جبهة نهم شرقي محافظة صنعام وشهد رئيس هيئة الأركان خلال تسليمه ذرع الشجاع للأبطال والأسر الشهداء الذين ارتقوا في العملية العسكرية بالبطولات الخالدة التي جسدوها في المعركة الإسطورية والتي توجت بهزيمة الميليشي الحوثية وإفشال مخططها لاختراق مواقع الجيش ووثقتها عدسة مصور سهيل في مشهد بطولي نادر وأكد رئيس هيئة الأركان المضي على درب شهداء الجيش والمقاومة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن في سبيل استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية والتخلص من عصابة الكانوت الحوثية كي تنعم اليمن وأبناؤها بالأمن والاستقرار نكرم كوكبة من الأبطال الشوخداء والأبطال المقاتلين نظرا لما يقوم به من أعمال بطولية في المعركة المقدسة ضد الكهنة الحوثية سنمضي مع كل الأبطال من أجل التخلص من الكهنة الحوثية حتى ينعم اليمن بالأمن والاستقرار بإذن الله نشكر قائدتنا العسكرية لتكريمهم لنا والمقاتلين في الجبهات وإن شاء الله ماضون على درب شهداء وعلى نفس النهج وللنقل والنمل إن شاء الله حتى يتحقق النصر رسالتي إلى زملائي في الجيش أن يصمدوا في متارسهم في مواقعهم فإنما النصر صبر ساعة نترحم على أرواح الشهداء الذين يقدمون أنفسهم فداء لهذا الوطن لهذا الدين لهذه العقيدة ومحاربة الفكر السلالي البغيظ الذي يريد أن يجعل من البلد ومن أبناء الشعب اليمني عبيدا له نقول لهم نحن واقفون بالمرصاد لكل من يتآمر على بلدنا على وطننا على جيشنا على دولتنا على شرعيتنا نحن سنقف بكل حدنا وحديدنا لا نخاف إلا الله ولا نخاف من أحدا ولا نخاف لوم تلائم بإذن الله سبحانه وتعالى أن يتحقق النصر على أيدي وأبطال الجيش الوطني الذين يرابطون في جميع الجبهات وفي الميادين والذين يقدمون أرواحهم في دان لهذا الوطن الذي نعتس بهم ونفتخر بهم ونكون اليد اليمنى لهم في مساعدتهم وفي مساندتهم بالروح وبالمال وبكل ما يعاني سكان قرية المرافذ في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج من وعورة الطريق وغياب دور الجهات الداعمة والحكومية في توفير أبسط الخدمات تفاصيل أكثر في سياق التقرير الذي أعده الزميل أحمد مكيبر يعيشون حياة يصارعون فيها الطبيعة والتهميش من أجل البقاء معركتهم كل يوم صعودا ونزولا مع الوعورة والعزلة يتقشمون المعاناة وسط جبال تحقب أصواتهم مهما سرخوا إنهم أهالي قرية المرافذ الحداء بمديرية المقاطرة محافظة لحج قرنة عيسى تحتضر وسط أعال الجبال محكومة بتضاريس وعرة وصعبة تخالطها المأساة والمعاناة جعلتها معزولة من كل أشكال التمدن يستحيل وصف بشاعتها طريق صعب للغاية نعاني من إنزال الكيس الدقيق نعاني من إنزال الدب الغاز نعاني من إسعاف مريض نتيجة لأن كل الطريق سير بالرقل المطلوب من الجهة المختصة النظر لهذه الطريق والنظر لألف نسمة يستفيد من هذه الطريق الطريق إلى هذه القرى باتت محفوفة بالمخاطر التي ترأف بوجوه سكان المنطقة ليقعوا ضحيتها ويصبحوا بسببها فريسة لهواقس القلق والخوف من تساقط الصخور عنده طيل الأمطار متسائلين بمررة متى تنتهي هذه المعاناة ونحصر على طريق آمن لإيصال المؤان إلى منازلنا نحن الآن بدينا نبادل لنفسنا وبدينا نشتغل لنفسنا ما حد نفت لنا يعني دعينا بعض الناس من التقار والعادة ما حد نفت لنا رجالين نشتغل لنفسنا بس كم بنشتغل وكم بنكونوا كهدنا ما بنقدرش نعمل حقا نحن الآن نطالب بطريق سيارات وإنما نطالب بطريق الرجل كي يستسهل علينا ناقل المواد الغذائية بكفة معها وحماية الطلاب من الصعود والطلوع كونهم يعانوا من التعب والإرهاق وخصوصا في موسم الأمطار من نزول الحجار عليهم استلزم الأمر أهالي المنطقة وقاموا بإطلاق مبادرة وبقهود ذاتية لبناء مدرجات من شأنها التخفيف من حدة المعاناة مناشدين المنظمات المدنية والسطة المحلية ورقال الخير مد يد العون في رسم البسمة في وجوه تختزل بين تقاعدها فرط التعب الذي استبدى بهم وقع لهم خارج الزمن الإنساني أحمد مكيبر قناة سهيل تعز بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة وتنفيذ مؤسسة استجابة خلال الأعمال الإنسانية والإغاثية في اليمن دشنا في محافظة شبوة مشروع توزيع ثلاثين مكينة خياطة مكينة خياطة مع دورة تدريبية في دبلوم الخياطة والتطريز النسائي وخلال التدشين أوضح صالح بوهال نائم مدير مكتب العمل ومحمد الحاشر المشرف على المشروع إن المشروع تستفيد منه ثلاثون امرأة ممن يعانين من ظروف معيشية صعبة بغية مساعدتهم لتحسين مستوى دخلهن المعيشي بدورها أوضحت مديرة إدارة الأسرة أن المشروع سيخفف الكثير من الأعباء على ربات البيوت التي عانينا كثيرا من الفقر والعوز نشرتنا انتهت تعود إلى أهم عنوينها ضبط سفينة تجارية على متنها أسلحة قبالة سواحل مدينة المكلة بمحافظة حضرموت الهجرة الدولية تؤكد نزوح نحو مائة ألف يمني منذ مطلع العام الجاري جراء تصاعد القتال للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نت وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة